السلام عليكم ورحمة الله وجدد المشاهدين أحبة حكومة الخدمات منذ بدايتها استأنفت عملها وسعت إلى تحقيق التوازن في العملية السياسية كما يذكر المراقبون للمشهد السياسي لذلك جاءت الخطوات والقرارات صحيحة وحقيقية فمهلة رئيس الوزراء محمد السوداني كانت كفيلة بتشقيص مستوى أداء المتنفذين في المؤسسات الحكومية لذلك جاء الإبعاد لبعض المحافظين اللي سبقوا محافظة البنك المركزي جاءت قانونية ومدروسة في الوقت عينه هناك قرار متزامن يقضي بإحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد فهذه القرارات جاءت على وقع ارتفاع قيمة الدولار على حساب الدينار في الأسواق المحلية ومحاولة الحكومة إيجاد مخارج أمينة تبعد البلاد عن مسارات الإطاحة بالاقتصاد المحلي أما في ملفنا الثاني مشاهدية الأحبة لحصاد هاي الليلة فيبدو أن أجواء ما بعد العطلة التشريعية للمجلس النيابي ليس كما قبلها نهائيا ملفات ساخنة تنتظر أدوارها التراتبية على جدوى الأعمال ليس محل اتفاق كما تشير القراءات الأولية يتصدر رئاسة اللجان ونوابها فبين من يروم توزيعها بذات الطريقة اللي جرت فيها العادة سابقاً وبين من يبحث عن مسارات جديدة أو على أقل تقديرات حلول وسطية توصل هذه اللجان برئاساتها إلى بر الأمان وتفتح صفحة مغايرة من الأداء البرلماني بشقيه التشريع والرقابي يكون مختلف جذرياً عن ما سبق ويحقق الطفرات النوعية للعمل النيابي إلا أن عدم التوافق حول رئاسة هاي اللجان وعضويتها أيضاً تسبب بإيقاف عقد اجتماعات اللجان النيابية من قبل رئاسة المجلس امتثاناً لتوجيهات الدائرة الفرلمانية إذن مشاهدي الأحبة هذين ملفين راح نتابعهم في حصاد هذه الليلة ونغنيهم بالبحث والتحليل مع ضيوفنا الكرام في فضل البقاويانا ومتابعتنا مشاهدي الأحبة خلال المهلة اللي أقرها رئيس الوزراء لمراقبة أداء عمل الوكلة والمديرين العامين كشفت الكثير من الأخطاء وشخصت الإخفاقات اللي على إثرها تم إبعاد بعض المحافظين وصولاً إلى محافظ البنك المركزي اللي أخفق بشكل واضح في أداء عمله بحسب تصريح المتابعين بالتالي استبدال أحدث تغيير بسعر صرف العملة الأجنبية وتعد هاي الخطوة خطوة أولية لمعالجة ارتفاع الدولار خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف وياكم لكن بعدها نشاهد التقرير الآن في غضون ثلاثة أشهر لبدء مهام الحكومة الجديدة تطفو على سطح تنفيذ البرنامج الحكومي خدمات وقرارات طرحت وصفت بالإيجافية ومنها ما أمهل رئيس الوزراء محمد الشيوع السوداني الوزراء والمديرين العامين بمراقبة أدائهم إذا أواجباتهم الحكومية بسقف زمني محدد لكن سرعان من كشفت سوء الإدارة لمحافظ البنك المركزي التي نتج عنها اختلال توازن اقتصاد البلد جراء عدم ضبط العملة الأجنبية أنا أعتقد أن هناك تحسن واضح في سعر الصرف هذا الانخفاض النسبي أعتقد أنه كان من أهم نتائج إقالة محافظ البنك المركزي هذا يدور بشكل واضح على أن إداة البنك المركز السابقة كانت تعمل خلاف التوجهات العامة وتعمل وفق أجندات الأسف مشبوهة وبالتالي قرار استبدال محافظ البنك المركزي هو قرار جيد وشجاع ويأتيك خطوة أساسية وصحيحة لتعديل سعر الصرف فتشخيص الإخطاقات بعد المراقبة لأداء محافظ البنك المركزي التي أدت به إلى الإقصاء من منصبها تواترت المصادر بتغييرات ستطرأ على إدارات المصارف بشكل عام كخطوة أولية للإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على العملة المحلية فتشخيص الإخطاقات بعد المراقبة لأداء محافظ البنك المركزي التي أدت به إلى الإقصاء من منصبها تواثرت المصادر بتغييرات ستطرأ على إدارات المصارف بشكل عام كخطوة أولية للإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على العملة المحلية خصوصا بعد نتائج الإيجابية التي ظهر تعقب إقالة محافظة البنك المركزي يوازن سعر الصرف ويعيده إلى وضع الطبيعي والمستقر من خلال مجموعة من الإجراءات إما تبديل بعض المسؤولين أو من خلال إجراءات عملية كانت مع غرفة التجارة العراقية بالمقابل أنه هناك نوايا أنه يذهب وفد من البنك المركزي العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتقاهم مع البنك الفيدرالي الأمريكي السوداني يتجه نحو اقتلاع جذور الفساد ومكافحته بإقصاء من يحفق في أداء مسؤولياته المناطق له تحت أي ذريعة كانت فاليوم كما يصرح المراقبون الحكومة تعمل جاهدة بتنمية القطاع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله الإيجابية على بقية القطاعات بما ينسجم مع تنفيذ البرنامج الحكومي لإنعاش الاقتصاد الذي يقترب من نيران الارتفاع المستمر نهاش ماري الأيام الفضائية مجددا حياكم الله مشاهد يا راحبا نفتح محاور الحديث في هذا المجال مع ضيفي الكريمين وستر عباس العرداوي المحلل السياسي أهلا بك وستر عباس أهلا بك وستر عباس وكذلك أرحب بضيفي الكريمة دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي حياك الله دكتور صفوان أهلا بك وستر عباس نتحدث عن الخطوة اللي أقدم عليها رئيس الوزراء لما أعطى مهلة ثلاثة إلى ستة أشهر للمدراء العامين للوكلة درجات الخاصة وبعدها يكون تقييم أداء وبدأت إجراءات ببعض المحافظين وحسنا وصلنا إلى محافظة البنك المركزي أخبار وأن بعدها تحدث عن إحالة أحد مدراء المصارف إلى التقاعد بالتالي هذه الإجراءات الحكومية هل تسهم في تعزيز الخط الاستراتيجي الذي اتخذت حكومة الخدمات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لك سيدي كريم وإلى ضيفكم المحترم وجهوركم تابعيكم الكرام بالتأكيد الخطوات التي يتحدث أو يتحرك في أجواءها السيد السوداني هي خطوات مرسومة مسبقاً من خلال المنهاج الحكومي الذي عرض على اتلاف إدارة الدولة والذي نوقشه بإسهاب وتبنته قوة الإطار كقوة شيعية مرشحة ومكلفة للسيد السوداني وقوة إتلاف إدارة الدولة الكردية والسنية الشريكة في التصويت على هذا المنهاج وقراءته ورسم بعض سياساته نعم كان مقرراً كما طرحه السيد السوداني نفسها تكون هناك رئابة لمدة ثلاثة أشهر تجربية للوزراء والمدارع العامين واحد أقصى ستة أشهر وكتقييم للحكومة بعاماً كاملاً مهم جداً أن يتم هذا النشاط نشاط المراقبة المتابعة لأنه يسهم في معرفة مدى دقة التحرك ضمن المنهاج الحكومة الذي يرسم هذه بالتأكيد هي بالأصل هي صلاحية السلطة التشريعية هي عليها من تراقب وعليها تتابع ولا سيما من صوت على هذه الحكومة تبقى هذه الإجراءات هناك أولويات محطة الدولار هي كانت من أهم المحطات التي واجهت حكومة السيد السوداني والتي هي لم تكن بدوافع فقط داخلية أو خارجية إنما هي ضمن مجريات أزمة كبيرة تمر بها المنطقة ويمر بها العالم على المستوى الاقتصادي فبالتالي تداعياتها قد أدت إلى تحركات يرى السيد السوداني وفريق أولاقتصادي إنها ناجعة وأنا أعتقد أن تغيير رئيس البنك كان واحد من الخطوات الإيجابية لأنها بحاجة إلى تحركات مرنة ما بين الحكومة وما بين البنك المركزي تعرف أن سياسة البنك المركز سياسة مستقلة وبالتالي والسياسة المالية هي تزمن سياسة الحكومة في جانب آخر تداعيات ما يجري مصرفياً اقتصادياً هي تداعيات تدفع شعبياً تدفع فترة شعبية للحكومة اعتبار أن حتى التظاهرات التي تخرج هي مرة تخرج على رسم السياسات أو على جزئيات السياسة أو على أطرافها يتخرج على الحكومة بالتالي هذا الضرر الذي يحدث من خلال الضغط الاقتصادي على المواطن يستدعي أن يكون هناك تحرك لرئيس الحكومة وهذا التحرك جزء عنده هو إقالات أو تغيير أو قرارات مثل ما جرى اليوم قرارات فتح الاستيرادات والسماح لشركات المرخصة التحرك بتجاه حلول ساندة على الخط الزراعي أو على الخطوط الساندة المالية الاحتياطي وغيرها كل هذه مهمة جداً تشتغل ببكج واحد من أجل حل أي أزمة تواجه الحكومة طيب وجدت رحابي حضرتك دكتور صفوان لما تحدث سارة عباس العرداوي عن هذه المسارات بالتالي نصل إلى الأثر المستدام لهذا القرار هل يعتمد في المقام الأول على حزمة قرارات يتعين اتخاذها لضبط السوق المحلية سوق سعر الصرف الأسعار في الأسواق كيف تضبط وفقاً لهذه المتغيرات الجديدة طبعاً تحية لحضرتك والمشاهدين العزاء والضيف الكريم طبعاً من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي مضى باتخاذ مجموعة من الخطوات على مستوى زيادة أسعار الفائدة خلال 2022 وكذلك محاولة زيادة قدرة المصارف على جذب الأموال لإعادة التضخم إلى معدلات الاعتيادية 2% حالياً أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تضخم بمستوى 10% سياسة البنك المركزي السابقة بالتأكيد انفصلت عن سياسة الفيدرالي الأمريكي كان يفترض أن يتم استثمار الاتفاق الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي يكون لدينا سياسة نقدية متطابقة مع رغبة الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي حث البنك المركزي على زيادة قدرته على تتبع حركة الأموال خارج العراق والبحث عن من هم مجهزين العراق من السلع ومن أين تدخل هذه السلع من أجل أن يكون لدينا اقتصاد منتج ونستطيع مواجهة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل دائمية فعمليا عندما تم ملاحظة أن هناك أربعة مصارف كانت تستحوذ على أربعين بالمئة من مبيعات نابذة بيع العملة وهي تساهم في إخراج الدولار بدون أن تأتي سلع بنفس القيمة إلى الاقتصاد العراقي بالتأكيد هذا الخرق كبير يمثل للبنك المركزي أضعف ثقة الفيدرالي بالبنك المركزي فحاليا حكومة السوداني ابتدأت بأكبر ملف لمواجهة الفاسدين وهو ملف تهريب العملة فنتوقع أن هناك تحديات تظهر على الساحة من هنا أو هناك لأن بالتأكيد من يحاول محاربة الفساد عليه أن يفكر بأن هناك العديد من المافيات المحلية لها تأثير على مجمل الحياة الاقتصادية في العراق بتقديري السوداني مصمم على مواجهة الفساد بكل أجنحة وسينجح إذا ما صارح الشعب واستطاع أن يستثمر عملية فصل السوق الموازي عن الأسعار الاستهلاكية إتاحة الفرصة إلى وزارة التجارة وبقية الوزارات الاتحادية باستيراد المواد وضخها بالأسعار الرسمية ستساهم بكسر السعر للسوق الموازي تغيير إدارة البنك المركزي في هذا التوقيت محاولة لاكتساب أو تعزيز الثقة بالبنك المركزي وطبعا الإدارة عليها أن تعيد تنظيم الإجراءات الداخلية لكي لا يكون لدينا يعني عدم انضباط مالي الإدارات الوزارية والاتحادية بالتأكيد عندما الموقع الوظيفي هو التشريف للشخص الذي يكلف بالمهام وعليهما لا يتمسكون بالمناصب علينا أن نبني مؤسسات دولة تتبادل بها الوجوه لغرض إطفاء نوع من الإبداع على الوظيفة وبالتأكيد الكل محترم سواء السابقين أو الحاليين أو اللاحقين أدوات بناء الدولة يجب أن تكون ناضجة بحيث يوضع الشخص المتخصص في المكان المناسب وفقا لهذا الطرح دكتور يعني تعتبر أن السوداني كان صريحا مع المناصب التي تريد إحراج الحكومة الحالية مع الشعب وتجعل في مواجهة مباشرة معها هل كان صريحا واتخذ قطوات جريئة يعني بتقدير السوداني يمتلق خبرة في متابعة البرامج الحكومية للفترات السابقة ويعلم أين كان يكمل الإخفاق المسؤول يفترض أن يتابع نطاق المسؤولية لا يمكن تحقيق الأهداف بدون متابعة بدون أن يكون على أرض الواقع لكي يتأكد فعليا من أن الأهداف ماضية بالاتجاه الصحيح لاحظنا السوداني يتحرك باتجاه خليجي خمسة وعشرين باتجاه مخازن وزارة التجارة لأن بالتأكيد هناك عمليات تضليل للمسؤولين السابقين يعني نعطي انطباع أن الأمور جيدة والتظهر أنها غير جيدة فعلينا فتح كاميرات على مستوى جميع الوزارات الاتحادية والمراقبة بوثائق صورية لكي نتأكد منها العمل يسير حسب ما مخطط له برنامج حكومة السوداني برنامج واعد نتوقع أن موازنة عشرين ثلاثة وعشرين تحاول أن تنهض بالاقتصاد العراقي وتقلل من قدرة الفاسدين على الوصول إلى مراكز المسؤولية هناك استثمار الآن في الحوكمة لإيقاف التعاملات الورقية والانتقال إلى بيئة الكترونية تمهيداً لطبعاً الانتقال للاقتصاد الرقمي وأيضاً السوداني منح الوزارات الاتحادية ستة أشهر لكي تنتقل إلى استعمال وتقديم خدماتها واستنام الإيرادات من خلال طاقات الاعتمال الكترونية وبذلك نقلل احتكاك الزبائن بالوزارات الاتحادية وبذلك نقلل منافذ الفساد أيضاً حكومة السوداني عاكفة على مراجعة قوانين الضريبة والقمارق بما ينسجم مع تخفيض تكاليف الاستيراد بالنسبة للسلع التي لا يمكن أن تنتج محلياً في حالة إمكانية إنتاجها محلياً نعم نفرض قمارق نفرض ضرائب من أجل تعزيز قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة لكن هناك سلع تفرض عليها ضرائب وبالتأكيد هي محاولة لكسر الأسعار وتنظيم التجارة بهذا التوقيت باعتقاد التحديات كبيرة لكن المرونة في عملية التعاطي مع ملف العمل المهربة ومعرفة كيف تفكر الخزانة الأمريكية الإطار الستراتيجي للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن يكون إطار عام سياسة زراعية، سياسة نفطية، سياسة نقدية، سياسة قمروقية من أجل تحويل الاقتصاد العراقي مع شريك كبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول العالم بالتأكيد سيساهم في إطفاء الاستقرار على الاقتصاد العراقي سيد عباسي وفق هذا الموضوع أيضاً هناك نواب طالبوا بعدم الاكتفاء بالإقالة للمحافظ محافظ البنك المركزي إنما بمحاسبته أيضاً وكذلك معرفة الزوايا التي أخفق فيها في إدارة هذا المنصب اللي يرسم السياسة النقدية ولازم يكون ذلك مسبب وتسبيب لما شهدته العملة من تدني في قيمتها مقابل الدولار بالتأكيد الرئيس البنك السابق هو مسؤول عن كثير من حالة الإفراق اللي جرت ولتورطه بتستر على موضوع مزاد العملات تعاونه مع مصارف دون غيرها وهذه المصارف تتصل به على أقل تقدير بتوجهات حزبية واحدة بعدم استجابته لدعوات البرلمان بعدم إجابته على الأسئلة البرلمانية التي طرحت من عدد كثير من النواب يعني حسب ما ذكروا الأخوة النواب أنه كان هناك 82 توقيعا نيابيا ولم يستجب لا الاستفسارات والاستفامات لم يكشفوا الكثير من خفايا هذا الموضوع كذلك اتخاذه سياسة مقاطعة بالحكومة والعمل بشكل منصرف وهذا يؤشر على وجود خطوط أو وجود زوائل لا يريد أن تصلط عليه الأضواء القانون يبقى القانون فوق الجميع وعملية الاستفام والاستقدام واضحة إذا كانت هناك دعاوي أو على تقدير تحرك للدعاء العام بأكبر من المسألة مسألة هددت الأمن القوم العراقي من خلال الضغط الاقتصادي وضغط المالي وليس فقط هذا وذكرت جنابك في المقدمة أن هناك عملية قبض لأحد المصارف أو مدراء أحد المصارف عملية التورط ببيع العملة وضغط على الشارع وعملية الاستنزاف لجيوب العراقيين وعملية الاستنزاف لأرواحهم من خلال التلاعب بالعملات هذه أيضا تحتاج إلى عملية ردع العمليات الاعتقال التي أجرتها الحكومة الحالية حكومة السيد السوداني على بعض المتلاعبين بالعملات هذا مهم جدا نحتاج إلى ضبط التعاملات المصرفية يعني حسب ما ينقل أن هناك عدد من المصارف تتلاعب بأسعار الدولار من خلال زيادة الطلب أو تقليص الطلب أو عفوا تقليص الشراء وغيرها العملية يعني مو عملية جراحية صعبة حقيقة نحن انتقلنا من حالة فوضيوية نصرف بها بالمزاد ما يقرب من 200 إلى 300 مليون دولار تطرح يوميا إلى تقنن ضمن الفواتر إلى حد أقصى 75 مليون دولار هذه تأكيد إلها انعكاساتها عملية فلترة الفواتير والتأكد من المصرفات وتقييد العملة الصعبة لمن يحتاجها فقط أو ضمن مواردها عملية التلاعب بما تطلقه المنصات الرسمية اليوم الحكومة توفر 5000 دولار لغرض السفر تقوم بعض الشركات بشراء أو استعجار جوازات السفر من بعض المستضعفين والناس المساطة بمبلغ 100 ألف دينار وتستلم هذه المبالغ وتبدي يعني بعملية إرباك يعني انت ما جاي تتحدث عن بيئة مستقرة عملية ضاغطة جاي نشوف انه اكو عملية اعتقال بالكفاح بالجميلة بشورجة غيرها هذه العمليات ايضا تصل الى قوة سياسية ضاغطة هناك مؤشرات على انه هناك قوة سياسية ضاغطة تريد ان تتلاعب الساحة العراقية اهم ايضا الكل يعرف يعني كاقتصادين ومن كنستان سلطاني عيننا بهذا الموضوع نحن ما نتحدث عن بورصة وحدة نتحدث عن بورصة في كورجستان بورصة في بغداد بورصة في جنوب في البصرة أو جنوب العراق بورصة عامة تحدث عن بيء ما بين مصارف حكومية تتحدث عن 1470 وما بين شارع يتحدث عن ما يقرب ال160 163 165 168 يعني هيا حتى هاي نفسها الحالة مضطربة نفسها الاسواق نفسها صيرفة صف صيرفة تجد النمر مختلفة حالة الارباك هذه حالة متعمدة لاشغال الحكومة عن تنفيذ مهامها حكومة جتب ببرنامج وتحركها بهذا البرنامج يستدعي أن تكون لها بيئة سياسية واقتصادية مستقرة حتى تقدر تتحرك بهذه الخطوات هذه العملية هي عملية إشغال متعمدة وأنا سميت عملية الدولار اللي تعرض لها حكومة السيد السوداني هي لا تقل عن وراء التشرين اللي تتعرض لها السيد عادل عبد المهدي لا نريد أن نخسر حكومة السيد السوداني ولا نخسر السيد السوداني كما خسرنا سيد عادل عبد المهدي وجاءنا العتل للنزي الزنيم ومرنا بهذه الأزمة الثلاث السنوات أربع سنوات أو أكثر المجحفة التي خرجتنا بورقة سوداء رفعة الأسعار من سنة رفع الدولار ما كانت حكومة الكاظم من 120 إلى 140 و42 هذه الإجراءات أيضا إجراءات ذكر الضيف الكريم أنه منذ عشرين هي بدأت تتحرك بهذا الاتجاه كسياسة بنك دولي بالتالي الحكومة لديها حكومة السابقة لديها مؤشرات عن الفيدرالي لديها تحرك ما كانت لها معالجات ما كانت تحامل بهذا الموضوع أيضا الضغط الأمريكي واضح على هذه الحكومة تريد أن تضغط ملفات أخرى جانبية يعني بين ليلة وضحال الفيدرال الأمريكي يصحى يريد يتحامل مع الأراء بفواتير وبالتالي هذه عبر الضغط مباشرة تستدعي أن تكون هناك موقف سياسي أيضا الضغط هذه التحديات كلها أنه نذهب إلى خانة الحلول ومن ضمن هذه الحلول دكتور صفوان يعني اقترح خبراء اقتصاديون مقترح قديم جديد بأن يكون هناك معادلة موضوعيا وهو قضية طبع العملة المحلية كأحدى سبل الحلوى الخروج من مأزق سعر الصرف مدى فاعلية هذا الخيار نعم طبعا يعني عملية زيادة الأصدار النقدي تؤدي إلى يعني انخفاض قيمة العملة أكثر مما يعلي حاليا وزيادة معدلات التضخم لكن حاليا مع انخفاض معدلات مبيعات النافذة إلى من سبعين إلى مئة مليون دولار يوميا لما حاجة العراقية بحدود المئة وثمانين إلى مئتين مليون دولار يوميا بالتأكيد حجم الدينار العراقي ينخفض لدى البنك المركزي مما يعيق عملية اطلاق يعني الانفاق العام بتوقيتاته الدينارية أنه لمستوى موازنة عشرين ثلاثة وعشرين الحكومة ذاهبة باتجاه يعني مئة وخمسين تريليون فمن أين ستأتي بهذه المئة وخمسين تريليون في ظل انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة بالتأكيد الحاجة للدينار متوفرة لكن هناك حلول يفترض أن نفكر بها قبل أن نفكر بالإصدار النقدي مثلا تقديم الخدمات الحكومية وزيادة وتوسيع دائرة الخدمات الحكومية بالدينار العراقي لزيادة مستوى الجباية بالدينار وكذلك من الممكن أن نحفز الفدرالي الامريكي على أطلاق مبالغ إضافية على مستوى الدولار الاستثماري يعني لدينا مشاريع استثمارية كبيرة مثلا عقد سيمينز يحتاج إلى 15 مليار دولار لغرض أن يتم تمويل قطاع الكهرباء بالكامل فعلينا يعني أن نفتح اعتماد مستندي ب15 مليار دولار إلى سيمينز و7 مليارات دولار إلى ميناء الفاو و30 مليون دولار إلى ربط ميناء الفاو بالاتحاد الأوروبي بقطارات بوسائل نقل حديثة من أجل طبعا هاي 30 مليار دولار من جدول زمني ليست كلها دفعة واحدة وإنما ضمن مراحل تنسجم مع البرنامج الحكومي وبذلك نرفع من مبيعات النافذة وأيضا نعوض النقص الحاصل في فرص العمل ونمتص البطالة وبالمقابل أيضا الوزارات الاتحادية خاصة التي على تماؤس بحياة المواطنين وزارة التجارة وزارة الصحة عليها القيام بفتح اعتمادات مستندية مع مناشئ دولية رصينة لا تقوم بتزوير الفواتير وتقوم بطرح هذه المواد بسعر الكلفة كما يعني وجه السيد رئيس الوزراء وزارة التجارة بأسرع وقت ممكن لكي نسحب الكتلة النقدية التي يعني يتم المضاربة حاليا بها في السوق الموازي الى وزارات الدولة الاتحادية وبذلك نكسر الاسعار ونكسر ارادة التجار غير النظاميين الذين عليهم ان يعدلوا من مسار عملهم نحو الاعتمادات المستندية من اجل معرفة من اين تدخل السلع وما هي جودة هذه السلع التي تدخل ومن هو المستهلك النهائي والاموال المتوفرة يعني احتياط البنق المركزي حاليا اكثر من 115 مليار دولار الثقة بالدينار العراقية وافترض ان تتعزز من خلال الاليات مكافحة الفساد وبالتأكيد قسم من هؤلاء التجار عليهم ان يتحولون الى الانتاج يعني الاستثمار في زيادة الانتاج سواء زراعي صناعات غذائية استثمار الموقع الجغرافي اكمال المدن الصناعية وتمويلها بالاموال اللازمة لخلق فرص عمل الذين يبحثون عن قوت يومهم باعمال لا تناسب يعني لا تناسب العمل الاعتيادي في دولة مثل العراق علينا ارشادهم لدورات تأهيلية تدريبية اكسابهم صفات سوق العمل ومدهم بالاموال اللازمة لكي يكونوا امام فرصة عمل دائمية تتناسب مع رؤية الحكومة الحالية لتغيير شكل الاقتصاد العراقي استاذ عباس يعني على اجالة اذا تسمح قبل ان تقل للملف الثاني يعني لما نتحدث عن محافظ البنك المركزي الحالي دائما من يتولى المنصب نقول بانه لا يمتلك العصة السحرية لتغيير المباشر والسريع المشوار لابد بحاجة الى وقت وايضا تكاتف بين المنظومة المتكاملة حتى المواطن يدخل في هذه المنظومة نتحدث هنا عن تجديد الاجراءات وايقاف تهريب السلع كيف تنظر اليها سريعا قضية ادارة البنك المركزي تحتاج الاحتراف في عالم الادارة المالية والنقدية وفهمها وفهم البيئة التي يعمل ضمنها ويتواصل معها فهم اجراءات الفدرالي واجراءات السوق وطمط الطلبات السوق المحلية هذه كلها اجراءات مهمة وتسهم كثيرا الاخطاق كان بالرئيس السابق انه كان بعيد عن هذه الاحترافية وبالتالي شهدنا هذا الاخطاق نعمل انه مع السيدة علي العلاق صاحب تجربة سابقة ان تكون هناك حالة من معالجة الاخطاقات الحالية والخروج باقل الخسائق اشكرك شكرا جزيلا وتتفضل بالبقاء معي الساد عباس العرداوي واتقدم شكرا جزيلا للي حضرتك الدكتور صفان قصي الخبير المالي والاقتصادي اثريت الحوار في هذا الملف نتابع بعد الفاصل مشاهدي يا لحبا عياكم الله مجددا المشاهدي يا لحبة وجد الترحابي بالاستاذ عباس العرداوي المحالي للسياسي وينظم ضيفا كريما معنا في الاستوديو الاستاذ جاسم الموسوي المحالي للسياسي منورنا استاذ جاسم الله يحفظك استاذ وسينظمعنا عبر الهاتف الاستاذ عامر الفايز رئيس كتلة التصميم النيابية ابدأ محضرتك استاذ جاسم يعني ما انستأنف مجلس النواب اعماله بالفصل التشريعي الجديد وانتهت العطلة حتى عاد الصراع بين مختلف المكونات البرلمانية حول رئاسة اللجان اضوية اللجان يبدو هذه المرة بوتيرة اعلى تحية لجنابك والى سيد عباس والى ضيفك الكريم الذي سيلتحق يعني نور على نور الله يحفظك واضح جدا ان الكتلة السياسية هذه المرة اخذت يعني اكثر مساحة في الصراع على من يرأس هذه اللجان ويبدو ان هذا يعني فلسفة ان تكون اللجنة لكتلة والوزارة لكتلة يبدو ان هناك ربما تجاوز لهذه يعني الفلسفة وبدأنا ربما ان الوزارة واللجنة تتشكل لكتلة واحدة وهذا بكل تأكيد مخالف يعني قدرة اللجنة المالية فرضا اللجنة المالية او اللجنة القانونية على محاسبة او مراقبة تلك الوزارة اذا ما كان هذا الوزير او ذلك الوزير من هذه اللجنة ايضا لا تنسى ان الكتلة السياسية يعني اتفقت اتفاقا لا استطيع يعني اصفه ستراتيجيا بما يتعلق بتقاسم السلطة بمعنى ربما اتفقت على الوزارات وعلى وكلاء الوزارات ولكنها عادت فاخترفت باللجان التي تشكلت في البرلمان والتي تشكل العصب يعني الفعلي لفعل او مراقبة ومتابعة هذه الوزارات وتقييمها متوقع ايضا ان تكون هناك ربما انقسامات اكبر ومتوقع ان تكون انسحابات يعني انا لا استغرب ان تكون بعض الكتل السياسية اذا لن تحصل بعض اطلاف على ما تريد ربما ستكون هناك انسحابات من هذه الكتل والانضمام الى كتل اخرى وهذا ربما ايضا سيغير جزءا من معادلة الاتفاقات السياسية او التوافقات السياسية التي باتت واضحة باركانة الثلاثة السنية الشيعية الكردية الان نتحدث عن خلافات السنية نتحدث عن خلافات كردية وحتى عن خلافات شيعية استاذ عباس نتحدث عن عدم الاتفاق تحدث الاستاذ جاسم وسوع عن الخلافات بين المكونات والمكونات البينية ولكن عدم الاتفاق حول الالية توزيع هاي المناصب تسبب بقرار من رئاسة البرلمان بيقاف اجتماعات هذه اللجان النيابية امتثان لتوجيهات الدائرة البرلمانية وهذا القرار راح يكون مستمر لحين التوافق والاتفاق هذا القرار في اي خانة نضعه كل الترحيب بضيفك الكريم سيد جاسم مسوي عملية الحراك النيابي وعملية الضغط والتقاطعات هذه واردة جدا نحن ما نتحدث عن مؤتلفين بشكل كامل هناك استحقاقات هذه الاستحقاقات تفرض وجودها الضغط النيابي التشريعي وحاضر بشكل كبير يحتاج حققتين الى محنكة وادارة ووعي للمرحلة وهذا للأسف تقصير واضح من رئيس البرلمان باعتباره تأخر حتى في موضوع عقد جلسات ومنقشة الاولويات نحن نتحدث في مفصل مهم جدا وهو مفصل ما بعد تشكيل الحكومة انت تعرف ان الفصل التشريعي الآن الثاني اللي بدأت مهامه كان يعني المطلوب منه هو مناقشة الضغط على الحكومة من اجل ايصال الموازنة مناقشة الموازنة البدء بمناقشة ومتابعة ومراقبة عمل الحكومة ولا سيما ان القوى التشريعية الموجودة في البرلمان هي تشكل نفسها هي قوى المشكلة للحكومة بالتالي هي تحتاج الى فعل حقيقي طبيعة الخلافات هذه الخلافات غير مجدية لن تكون نافعة لكنها طبيعية في العمل الميابي تحتاج الى ان تكون اكتر نسجا نتمنى ان تستمر هذه النقاشات وان تزداد اذا كانت نحو الاكفة اذا كانت نحو الافضل في تشكيل لجان حقيقية مو لجان فقط تكون لجان نهب او لجان ضوط على الوزير او على الوزارة وبالتالي تشكل عملية ابتزاز واضحة جدا عندنا تجارب سابقة وحتى عمليات الاستجواب كانت عمليات ضوط اعلامي تنتهي بغلق الملف ولكن في الاخير المواطن ما يستفيد من عدها نحن نحتاج الى لجان الى رئاسة لجان فاعلة جادة حرفية تستطيع ان تتعامل كل باختصاصه تناقش الوزارة تتابع حسب المنهج الذي تم التصويت عليه تعرف تأصل تكليف تشكيل الحكومة هو اصل في المنهج الحكومة الذي تم التصويت عليه بالتالي نحتاج الى فاعلية حقيقية اما طبيعة الاختلاف انا اكد مرة ثانية اثارتة اقول من الطبيعية ان يكون هناك اختلاف لكن يتمنى ان يكون هذا الاختلاف لمصطحة المواطن وان حتيس ايجابيا الغريف بالامر انه القضية استاذ جاسم مصلت الى التأثير على اقد الجلسات النيابية يعني كان اقد جلستين مقررتين لكنها رفعت بهدف كسب المزيد من الوقت والاتفاق على رئاسة وعضوية هذه اللجان بين زعماء الكتل وعلهم يصلون الى هذه التفاهمات والاتفاقات بطبيعة الحال اليوم المجلس النيابي الى او عليه الكثير من المهام ليش نحسر ونضيق الخناف فقط في قضية توزيع اللجان وان اجل الجلسات لا لا هو شوف انا لديه شخصيا السؤال هو انه الفلسفة السابقة اللي كان تبنى عليها تشكيل اللجان مبنية على عدد المقاعد اللي تحصل عليها الكتل السياسية اما مبنية على المكونات نعم بكل تأكيد مبنية كانت سابقة على المكونات هو ان ان تلعب هذه المكونات ادوار رئيسية في رئاسة هذه اللجان وعضوية هذه اللجان ايضا تقسم على المكونات يبدو ان هناك شيء جديد يعني استجد يعني بهذه اللجان ان هناك استحقاقات رقمية وهذا ما ادى الى ان تتقاطع او تتقاطع ما بنيت عليه الدورات السابقة ان يكون على سبيل المثال رئيس يعني رئيس هذه اللجنة من غير الوزارة التي ينتمي اليها ذلك الوزير بمعنى حتى تكون هناك ربما ندية او موضوعية الغريب انه التزاحم في هذه الدورة الانتخابية خضع الى معيارين المعيار الاول ان رئاسة البرلمان تلكت كثيرا من ان تجد حلولا ما قبل عقد الجلسة وهذا مهم جدا كان سابقا رئاسة البرلمان تشتمع برؤساء الكتل وبالتالي تتفق على هذه اللجان ويتم تسمية هذه اللجان والتصويت عليها من قبل اعضاء البرلمان البعد الاخر ان داخل الكتل السياسية يبدو ان هناك خلافات يعني بشكل عمودي يعني لاحظ الان لا تستطيع ان تقول الكرد لا تستطيع ان تقول السنة لا تستطيع ان تقول الشيعة او الاطار بمعنى ان هناك خلافات عمودية في ظرف كان يفترض حقيقة لا يكون هناك تزاحم على هذه اللجان واعضاء هذه اللجان بقدر ما يكون هناك تزاحم على كهفية تطبيق كما ذكر السيد عباس المنهاج الحكومة او البرنامج الحكومة مراقبة متابعة هذه الوزانة هذه الحالة ان استمرت يعني اقولها بكل صراعات ان استمرت سوف يتعطل او تتعطل تسمية هذه اللجان وبالتالي يتأخر البرلمان كثيرا عن السلطة التنفيذية وهذا فارق كبير يجب ان يتساوى او ان تستبق السلطة التشريعية السلطة التنفيذية لانه دائما وابدا داء استباق مراقبة ومتابعة الوزارات هو المنهاج الصحيح الذي يدفع عن هذه الوزارات ان تقع في خطأ او ان تقع في فساد مالي واداري طيب بالفعل استاذ عباس يعني ما يشير اليه الاستاذ الموسوي بان هذه الخلافات بدأت تظهر داخل الحزب الواحد وداخل المكون الواحد هنا نشير الى الخلافات التي ظهرت داخل المكون السني مثلا نؤذكت الاتفاقات الاولية في توزيع هذه اللجان بشكل مناطق بين المحافظات عفوا هذه المشاكل وهذه الانعكاسات وهذه الحالة التنافس هي انعكاس لادارة مكون او زعامة مكون او سياسة ادارة لمشهد سياسي كامل مع شركاء هي ما اجدت حصيلة يعني خلافات الاقوة السنة مثلا اسم ابن الثال ما اجدت حصيلة موقف واحد انما تراكم الموقف التي انعكس بهيمنة السيد الحلبوسي على المشهد السني بشكل كامل ومحاولة الاقصاء العنيف جدا والواضحة للشركاء ولغيره وحالة يعني التجبر التي وضح التي برزه بشكل لا يمكن تغافله وواحد من اهم المشاهد اللي لاحظناها هي تقديم الاستقالة للنائب ليث الديليمي هذه ما تلاها من خلال حالة الانسحابات الواضحة منها هي جاءت انعكست عفوا انعكست داخل البرلمان بتأكيد تنعكس لانا يرى هناك مكونة كاملة يشخص بشخص واحد وبخلاف وظيفة الاساسية في البرلمان اللي هي رئاسة البرلمان عليها اللي يترك هذا الموضوع الى اللجان المشكلة والى الختلة السنية الموجودة في داخل البرلمان هي ان تأخذ مساحته هذه الموضوع موضحين عكاس لمشاكل اخرى هذه العكاسات ايضا المواطن يتضرر منها بتأخير العقد الجلسات بتعطيل العقد الجلسات نحن نتحدث عن فترة زمنية حرجة جدا هناك تظهرات تضغط على الحكومة هناك ضوط من الفيدرالي في موضوع الدولار هناك مطالبات بانهاء الموازنة الحكومة بدأت تتعامل ببلاف واحد على اطماعش في موضوع الموازنة وهذا معناها لا توجد هناك استثمارات تستطيع ان تتحقق من خلالها هذه كلها العكاساتها لن تصر على الكتل السنية المحترمة انما تنعكس على الوضع السياسي بشكل كامل طيب استاذ يعني نتحدث هنا استاذ جاسم عن قضية الارهاصات التي بطبيعة الحال لا من قريب ولا من بعيد تخدم العملية السياسية نتحدث عن التكامل بين السلطين اشرة حضرتك انه التشريعية تتسق مع التنفيذي بسبيل تحقيق خدمة المواطن اللي تفقت عليه الكتل البرلمانية حكومة الاطار قالت انها ستكون حكومة خدمات الاطار اعلن بان حكومة ذا الشكل راح تكون خدمات الاطار كان هو نواد تحالف ادارة الدولة بالتالي هذا الاتساق يعني نستطيع ان يكون له ضد نوعيا نقول ايد الوحدة ما الصفق يعني قد تمتد مؤثرات هذا التعطيل الى ان تصبح حجر عثرة امام الحكومة اذا هنا سيكون هذا التناشز بين التشريعي والتنفيذي كيف تحل هذه الاشكالات يعني وانا لا اذكر المادة الدستورية التي تنص على ان العلاقة بين السلطة التشريعية ومجلس الوزراء والوزراء هي علاقة تضامنية نعم بمعنى ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي علاقة تضامنية نص عليها الدستور وبالتالي الملاحظ يبدو ان يعني هذه الكوابح هناك هدف واحد هو ان هذه اللجان قد تحولت او يراد لها ان تتحول الى ابتزاز وهذا طبعا معطل للدور الرقابي الذي يفترض ان تسير عليه اللجان باعتبار ان الدور الرقابي يأتي من اللجان والدور التشريعي يأتي من البرلمان بمجملة يلاحظ ايضا ان يعني عدم قدرة البرلمان او اعضاء مجلس النواب على تشكيل هذه اللجان سوف يعكس او دعني اقول يعرقل الدور التنفيذي للحكومة والتي بكل تأكين امامها مهام صعبة جدا ولربما هي خرجت يعني حقيقة من كثير من الاختبارات جزء منها هو الخطة العانية للحكومة التي نجحت حقيقة بان تخطو خطوات واضحة طالما ان البرلمان او دعني اقول رؤساء الكتر السياسية لم يتمكنوا الى الان من ان يطبقوا هذه المادلة الدستورية اعتقد اربعة وستين او خمس وستين التي هي علاقة تضامنية من خلال تشكيل هذه اللجان التي تراقب ولا تبتز هنا اكرر بمعنى لماذا هذا الاصرار على اللجان اذا كان فعلا ودور رقابي كان يفترض ان تمنح لمن يستحق ان يكون في هذه اللجان وبالتالي يصبح التخصص امام الاختصاص اما ان تصبح الانقسامات السياسية وموضوع اللجان تتشكل وهذه اللجان ربما هو اكد انها تكون ابتزاز لهذه الوزارات بكل تأكيد سوف تستمر هذه التقاطعات بالشكل الذي يؤثر على بين مزدوجين السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية باعتبار ان السلطة التنفيذية هناك تكامل لوزاراتها وهناك اداء وسلوك هذه الانقسامات وهذه الانشطارات تعود بره اخرى الى واجهة ان التحالفات السياسية بنيت على تقاسم السلطة وليس على توزيع السلطة هذا دائما وابدا استاذ احمد نأكل عليه بمعنى لو تلاحظ ان المحافظات الغربية على سبيل المثال بدأت تتحدث الموصل الانبار لا تتحدث كما سابقا كنا نعرف ان هذه الكتلة وحتى داخل الانبار تتحدث نتحدث عن ثقل برلماني وكثرة مقاعد وهذا بالمناسبة استاذ احمد يضعف بالمناسبة يضعف حيوية وقدرة الكتلة داخل البرلمان والبرلمان بشكل عام طيب استاذ عباس هذه المعايير الجديدة اللي بدأ بموجبها تقسم المغانم تقسم اللجان احنا ما عدنا مشكلة بقلة الكراسي لكن احنا كمحافظة نستحق احنا كمكون في هذا في هذا الحيز نستحق طبعا هنا هذا الموضوع طال امد ازمة رئاسات اللجان هو هذا الاصرار من بعض الكتل على تجاوز الثقل البرلمان الخاص به ما هذا الموضوع يتأتى من خلال ضعف ادارة البرلمان وعدم الالتزام بالنظام الداخلي وعدم وجود انسجام ما بين رئاسة البرلمان والكتل ورعاساء الكتل والتعامل والتعاطي مع الكتلة النيابية والتفاهم والتشاور والانضاجة الرأيي والمجلس النيابي والمجلس التشريعي يعقد عشرات الجلسات حتى يطلع جزء من قرار مو قرار أو مشروع قرار فكيف بيقرارات مهمة يراد لها تتأسس من خلال عملية ضبط النظام الداخلي شنو الرسالة اللي تصدر البرلمان لحد هذه اللحظة ومضابط نفسه لحد هذه اللحظة هو ما ملتزم بنظام الداخلي ما يعرف شي سوي في داخله كيف سيكون هذا السلطة التشريعية العليا للبلد كيف ستصدر لنا قوانين منسجمة تستطيع ان تتعامل مع المكونات تستطيع ان تتعامل مع الاستحقاقات تستطيع ان تتعامل مع التحديات القادمة والكبيرة ما على البرلمان هو اكبر من هذه المهمة يعني اليوم احنا المفروض نناقش ما يناقشه البرلمان 120 قانون معطل عدي من دورتين اجي اليوم اناقش هذا اللي هو الكرسي الاول وهذا اللي هو الثاني هذا الاخفاق يسجل على رئاسة البرلمان وعلى قوى المشكلة البرلمان رؤساء الكتل او القوى الفاعلة هيئة الرئاسة اللجنة القانونية هذا الموضوع حتى وان كان فيه نقاشات هذا يجب عندي نقاشات مثل ما ذكرت في البداية جنابك انه يتم طبقها في المطق السياسي اولا ثم تنضج تشريعيا انا ما جاي هسه حقيقة انتظر في شوق يتراضون على اللجنة الفلانية حتى اللجنة الفلانية تروح تراقب الوزارة الفلانية هذا بالعكس انا صار عندي الان مؤشر على عملية انتخاب رئاسة اللجان او اللجان نفسه مؤشرات رحصير عدي كيف وضعات التوافقات شلو الضغط السياسي اللي بل وحتى طريقة الرقابة شلو رح تكون هذه ايضا ببس طبيعة الرقابة تعرف انت بالمشاكل تبدأ عملية الابتزاز تبدأ عملية الابتزاز يعني معناها ضعف الجودة وراح تتأثر كثيرا في المهمة التشريعية المقاعة على عاتقهم اشكرك شكرا جزيلا وسهل عباس العرداوي المحالي السياسي اثريت الحوار في هذا الملف والملف الذي قبله وشكرا الكثير لحضرتك رسال جاسم الموسى والمحالي السياسي ضيفا كريمة في الاستوديو شكرا موصول لكم مشاهدة على حسب المتابعة في امان الله